اشتركوا في القناة منزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا من الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد جيدة لعلاج الأسنان والعمليات الصغرى تقليم الأظافر وقص الشعر طبعا القمر رح يظل في منزلة الشرطين لغاية الساعة ثلاثة وخمس وخمسين دقيقة من صباح اليوم السبت لا ينتقل بعدها لمنزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء طبعا القمر بما أنه موجود في برج الحمل معناته نشعر بطاقة كبيرة للعمل جميع الأبراج طبعا بنكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أن نتصرع بتصرفاتنا وممكن نتهور في بعض الأوقات يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هذه الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب أو مشهدات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا منكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك ويمكن أيضا إدخال تعديل على قصة شعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا في عنا زاويتين اليوم انتهى تأثيراتهم ولكن منفصلات يعني إلهم تأثير ولكن ضعيف الزوايا اللي بقت هي أول زاوية زاوية تسديس إيجابية بين الزهرة وبين زحل وحكينا أن تأثيراتها هاي مستمرة لغاية يوم 14 مناسب لاستقرار العلاقات العاطفية وبيضمن لك إخلاص محبوبك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين نبتون وهي برضو تأثيراتها لغاية يوم 14 بيكون أو بصير عنا صعوبة في معرفة مشاعر الآخرين وبيكون صعب علينا التعامل معهم وهذا الشيء ممكن ينتج عنه سوء تفاهم أو عدم القدرة على علاج المشاكل العاطفية ناتجها عن ذلك فممكن نرتكب الأخطاء في أحكامنا وهذا الشيء ممكن يعرضنا لخيبات أمل أما دوليا فهي بالدل على وقوع جدل بين أحزاب اليمين واليسار وأغلب الكتابات السياسية بيطبعها الفكر اليسار الاشتراكي ممكن يتم فضح بعض الحقائق أو التلاعب بخصوص قطاع البحرية أو الإشي اللي له علاقة بالسوائل زي النفط والغاز والأشياء المثل هيك والأمور البحرية الأخرى أيضا في المجالات الفنية فممكن تشهد هاي الفترة تراجع برضو للمبادلات التجارية وخصوصا الأمور اللي إلها علاقة بالبورصة والأسهم في بعض النزاعات بتصير بين بعض الطوائف أو المذاهب أو الفرق الدينية برضو في هاي الفترة يعني نقاشات حدي أو حتى الأمور اللي إلها علاقة بالعنصرية بتظهر على الساحة المواجهات هدولا بنافسوا هدول هدول بدهم يفرضوا هدول يعني هذا الشيء اللي إحنا لاحظناه اللي استغلوا إعلاميا بفترة المباريات اللي بتحدث في دولة قطر هدولة بده يرفع شارة وهذا بده يطلع بالعلم وهذا بده يطلع باللباس وهذا يعني هاي نزاعات اسمها طبعا وفي غيرها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين نبتون وهاي برضو تأثيرتها لغاية يوم خمسة اتناش هاي زاوية بتذكرنا بمشاكل من الماضي بتتعلق بالجوانب الجنسية والعاطفية اللي بتعكر صفونا برضو هاي فترة نعتبرها احنا زوايا السلبية هي ما بين الزهرة وما بين نبتون بتزيد خلالها اللي هي حوادث التحرش الجنسي واغتصاب الأطفال أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين المريخ وبين زحل وهاي برضو تأثيرتها لغاية يوم اربعة اتناش هاي زاوية بتمنحنا وضوح كبير في أمورنا وبتسمح لنا بالتغلب على العقبات وتجاوزها في أعمالنا ومشاريعنا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة من الزوايا البطيئة وهي زاوية تزديث منفصل إيجابية بين المشتري وبين بلوتو وهاي طبعا تأثيراتها لغاية يوم ستعاش اتناش بتزيد من نمو الأموال والأملاك وبتزيد من كرمنا ولكنها ممكن تسببنا الإحساس بالكآبة أو الميل للإعجاب بالذات أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل ما بينها وبين القمر طبعا أول زاوية هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الشمس وهاي رح تكون الساعة 12 و10 دقائق بعد منتصف هذه الليل اللي هي الجمعة على السبت اللي هو يعني 10 دقائق بتوقيت جرينيتش بعد منتصف الليل فمنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا طبعا هاي الزاوية تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة وبتستمر تأثيراتها لغاية ساعات الضحى تقريبا أو الظهر اللي على أساس يكون الوقت يعني هو بيستمر لبعد هيك ولكن ذروة احنا منقول لساعات الظهر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزليث إيجابية بين القمر وبين المريخ وهاي راح تكون ذروتها ساعة واحدة وعشر دقائق ظهرا بتوقيت جرينيش بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع على الاهتمام بصحتنا أكثر طبعا هاي الزاوية يعني إلها علاقة بالأمور المالية وإلها علاقة بالمكاسب والاهتمام بالصحة زي ما ذكرنا فتأثيراتها هي من ساعات الصباح ولغاية ساعات المساء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزليث إيجابية بين القمر وبين زحل وهاي راح تكون ذروتها ساعة خمسة وخمس دقائق مساء بتوقيت جرينيش يعني تأثيراتها من ساعات الضحة بتبدأ وبتستمر أو من ساعات الصباح وبتستمر لغاية ساعات منتصف الليل فبنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبرضو بتعزز لدينا الحس بالمسؤولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهاي دروتها ساعة ثمانية وست وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش يعني تأثيراتها من ساعات الظهر تقريبا ولغاية ساعات ما بعد منتصف الليل بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عندنا الرأس والأسنان اللسان العضلات المخططة القضيب المرارة الشرايين والدم هدول الأكثر حساسية واللي ما لازم نعمل لها عمليات جراحية إلا إذا عمليات صغرى يعني مش عمليات كبرى الأسنان ممكن الاهتمام فيها وهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية على أنواعها دون الأعضاء اللي ذكرناها كعمليات جراحية كبرى أما عمليات صغرى فما في أي مشاكل يعني إيش يلو علاقة بالأسنان الجذر العصاب العصب هاي الأمور عادية ولكن جراحة الفك لا بالنسبة لهذا اليوم أيضا مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة بشكل قوي جدا اليوم طبعا يصلح هذا اليوم لقص الشعر التجميلي والصبغ وأيضا يصلح للقص العلاجي ولكن ما زال لا يصلح لإزالة الشعر الزاد بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الحمل حكينا أنه خلو المسار القادم رح يكون يوم الأحد اللي هو يوم الغد أربعة واثناش بيبدأ في تمام الساعة خمسة وستة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة 11 وسبعة وثلاثين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش ليستقر القمر بعدها في برج الثور أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمره عشر أيام في تمام الساعة 11 وسبعة وخمسين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش بيصير عمره عشر يوم نسبة الإضاءة بتصير خمسة وسبعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القاوس حتى يوم واحد وعشرين اتناعش هي سعيدة الآن بنسبة خمسة عشر في المية ولكن في ساعات العصر بيصير الشمس منتحسة بنسبة عشر في المية لأنها بدأت تشكل زوايا منفصلة سلبية نبهنا عنها في حلقة الشمس وحكينا أن الشمس بعد بداية شهر 12 رح تصير منتحسة بسبب زوايا قوية منتحسة أيضا فهي بتأثر على انتحاس الشمس للمدة القادمة القمر في الحمل حتى يوم أربعة اتناعش طبعا اليوم الآن هو سعيد بنسبة خمسة عشر في المية بعد منتصف الليل اللي هو الجمعة على السبت بصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية ساعات الصباح بترتفع نسبة السعادة لمية في المية وبتستمر طول اليوم عطارد في القاوس حتى يوم ستة اتناعش منتحس بنسبة عشر في المية الزهرة في القاوس حتى يوم عشر اتناعش منتحس بنسبة خمسين في المية المريخ في الجوزاء بيتراجع حتى يوم اتناعش واحد منتحس بنسبة عشر في المية المشتري في الحوت لغاية عشرين اتناعش وبعدين ينتقل للحمل منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية زحل في الدلو حتى يوم سبعة ثلاثة منتحس بنسبة عشر في المية قرانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22 واحد منتحس بنسبة 10% ونبتون في الحوت بيتراجع لآخر يوم لائلو يعني ابتداء من بعد منتصف الليل بنهي عملية التراجع ولكن رح نذكرها في حلقة الغد منتحس بنسبة 10% هذا اليوم إبلوتوف الجدي حتى يوم 23 ثلاثة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة بعمكم المشاط وتاقتكم عالية جدا ورح تسيطروا على زمام الأمور في أي مجالات وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم بتهتموا بمظهركم بتغييرات قوية جدا وتعتبر هاي مرحلة لا انطلاقة لمشاريع جديدة تتمتعوا بنشاط ذهني وجسدي كبيرين وانت سباق ورائد في حقل اختصاصك في أي مجال من مجالات حياتك اليوم يعتبر من الأيام المميزة بالنسبة لعلك فلازم تستغله بكل طاقتك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور وعن القمر مازال موجود في بيت المتاعب لغاية الغد يعني لا يوم الأحد لظهر يوم الأحد فبظل هذا اليوم كمان بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل انتبهوا لغذائكم راحتكم بتنخفض وطيرة الحياة بشكل كبير وبتتأخر مشاريعك وربما تلغى فعشان يقدك تتجنب اتخاذ القرارات إيش ما كانت خلال اليوم ما تتخذ أي قرار اتأكد من حجزاتك إذا أنت حاجز لسفر أو لتنقلات أو لمطعم أو لأي شيء ولأنه ممكن تتفاجأ أنه ألغي أو يصير فيه سوء تفاهم واللي بيوعدك بشيء ممكن اليوم ما يوفي فيه بتنشطوا اجتماعيا اليوم بشكل كبير علاقات ما بين علاقات عائلية أو مناسبات أو ممكن لقاء لبعض الأصدقاء منكم أشخاص ممكن اليوم يشاركوا في حفل أو مناسب سعيدة فحاول أنك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن تحصد تأييد لا بأس فيه فعشان هيك بدك تكثف ارتباطاتك بشتى المجالات الاجتماعية لأنه ممكن تحصل منها مكاسب أنت بحاجة اليوم للتعاون أو لتعاون الآخرين معك وتعتبر هذه فترة إيجابية قبل وصول القمر لبيت متاعبك ظهر يوم الأحد برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل ومع المسؤولين ومع علاقاتكم مع المسؤولين اللي هم أشخاص دو منصب أو حضوة فممكن يتعززوا علاقاتكم معهم اليوم يعتبر من أيام يا إما بيكون في شهرة ومنصب ومكسب يا إما بيكون في تهديد للسمعة فأنت اللي بتحدد مسار واحد من الاثنين هدول فعشان هيك أهم إشي أنك تنتبه لهاي الملاحظات حاول أنك ما تعصب اليوم ما تنفعل لأنه فترة بيكون فيها يعني مشحونة بالمتاعب وتوتر عالج الأمور بهدوء وقدل أفضل ما عندك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر اليوم موجود في البيت التاسع استقر تماما فرح تنشطوه في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة أوراق محاملات إلها علاقة بالهجرة مثلا أو بالسفر أو بتكون تبعثوهم بالبريد يعتبر يوم مناسب لإجتياز امتحان أو جراء مقابلة أو اتصالات مع أشخاص قارج البلاد بتقدروا تظهروا تعاون أكبر مع الآخرين مع الجهات المسؤولة وبتنجحوا في الترويج لعملكم وكسب الدعم والتأييد أهم شيء ما تهملوا واجباتكم حتى ولو كثرت أو صعبت نظموا وقتكم بشكل جيد وجدي تفاديا لأي تأخير وحاولوا أنكم تتقدموا بجراءة وثقة اليوم بحمل أشياء مميزة لكم برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا أكثر شيء بوتركم خلال هذا اليوم وهو أيضا في حلولها الولي هي الأمور المالية المشتركة أو الأموال المشتركة أو القروض والديون والالتزامات هاي أكثر شيء بتأرق موليد برج العذراء ورغم أنه اليوم ممكن ينشغل فكركم لبعض المكاسب أو الفرص المتاحة لمكسب إلو صلة بشراكة أو تعويض أو ميراث أو تحصيلات مالية فبدروا اليوم لتصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع أنت اليوم برضو بحاجة للنشاط للحركة بشتى المجالات حتى لو كانت رياضة ولازم يكون عندكم أصاب متينة لأن الفترة المقبلة بحاجة لطاقة لحل بعض الأمور لا تتركوا ديول المتاعب أنها تسيطر عليكم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم القمر موجود مقابلكم تماما هو جيد لتعزيز الشراكات المالية والعاطفية ويعتبر هذا يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني في أي مجال من المجالات اترك دائما هذه الفرص أنك تخلي شخص يساعدك في حلها أو تطلب المساعدة من بعض الأشخاص في هذه الفترة وحاول أنك تضبط أعصابك لأن طاقتك بتكون بأضعف حالاتها فما بيجوز إثارة المتاعب اتجنب الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذروا من الحوادث وبعض الأعداء المخفيين لأنه بالفترة هاي بيظهروا على الساحة وبكونوا مزاجين برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر موجود في البيت السادس يعني بيت العمل وبيت الصحة بيهتم بالمسألتين هذول فاليوم حاولوا أنكم تنجزوا أي عمل تراكم عندكم أي عمل ممكن تجدوا من خلال أعمالكم تجدوا تعاون من بعض الزملاء لإلكم ولكن ممكن يصير سوء تفاهم بينكم بين بعض الزملاء نظموا جدوى الغباءكم خذوا قصة من الراحة من حين لآخر من المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات عشان ما تدخل الأعمال كلها في بعض بعدين ما تقدر تنجزها أو تضطر تعمل وقت إضافي أكثر أو ترهق نفسك في حل بعض الواجبات فعشان هيك اليوم بتكثر عندك النشاطات وربما من كثر هاي الانشغلات تشعر بالتعب في نهاية اليوم برج القوس ابتزداد رغبتكم في التقرب من أحباءكم اليوم بشكل قوي جدا وبرضو اليوم عندكم قدرة لتعزيز العلاقة معهم وتواصل مع الأحبة ممكن يفاجئكم أحد الأحبة بشيء مميز بالظروف جيدة احتمال يكون في بعض القلق اتجاه أحد الأبناء أو أحد الأحبة لمسألة ما يعني ممكن هيك شوية تعملك نوع من أنواع الاهتمام أو الارتباك اليوم أنت نشيد جدا جدا بتميل اليوم حتى للترفيه للتجميل للتغيير للترفيه عن النفس أنت بالفعل هذه فترة ممتازة جدا لازم تستغلها بشكل قوي جدا فيها نسبة الحضوض عالية جدا وحاول أنك تتخذ خطوات مفيدة ومهمة بالنسبة لحياتك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم أفراد العائلة ممكن مناسبة ممكن حدث عائلي ممكن اجتماع اهتمام بصحة أحد أفراد العائلة أو أحد الأبناء أو فرحة ممكن تكون عندك في البيت تعتبر هاي فترة مهمة لتعزيز الروابط العائلية بالرغم من بعض الهواجس اللي بتعيشها أو الأفكار اللي مشوشيتك أو بتشوش أفكارك عشان هيك حاول اليوم تستغلها حاول أنه يكون في تبادل زيارات أو اتصالات مهمة أو تواصل جيد ما بينك وبين أفراد العائلة بعلاقاتك الاجتماعية لأنه يعني من المتوقع على بعض موليد برج الجدي أنه يكون فيه نوع من أنواع التوتر بسبب حدث طارق العلاقة بالعائلة أو بالبيت برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بتنشطه في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات منكم أشخاص ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح طاقتك عالي جدا قدرتك على الإقناع ممتازة حتى الأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال الاتصالات أو السيارات أو التكنولوجيا أو حتى بالتعليم أو ما هدول أشخاص مميزين حتى اللي بيشتغلوا في التسويق والنشر والإعلام عندهم طاقة عالية جدا اليوم باستطاعتكم قلب المعادلة لصالحكم بشتى هاي المجالات اللي ذكرناها أهمش إنك ما تبقى وحيد بل ابحث عن الأصدقاء والأحبة لتعزيز الروابط اليوم أنت بتمتلك سرعة بديهة عالية جدا وخاطر ومهارة ملموسة في شتى المجالات واللي عنده امتحان اليوم ببدع برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي المكسب هذا بيجي يا من عمل إضافي يا منكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعود لهم أو بيحصلوا على هدية أو بيناقشوا في أمور مالية يعني بيحاولوا يحصلوها أو بيرتبوا وضع مالي معين ممكن تسمعوا خبر صار أو يلعب قريب دور مهم خلال هذه الفترة شخص مقرب أو من الأقارب أو من العائلة بتهتم بقضية شراكة أو عمل أكثر من شيء طبيعي ممكن تعالج الأمور بشكل دقيق أو تهتم للأولويات المالية أكثر أو تجد الحلول والتسويات اللي بترضيك فعشان هيك حاول أنك تنظم إذا عليك فواتير أو عليك التزامات أو مطالبات مالية هاي أفضل فترة لعمل تسويات اللي تكون لصالحك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر